اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارفع عنهم بطشة وكيده وعدوانه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم يا رب العالمين وانصر إخواننا عليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم أهلكهم بالسنين واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيدهم في نحره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام كلنا نشوف صور للحرب العالمية الأولى نشوف الجنود دائما في خنادق بس اللي ما تعرفها أن الحرب العالمية الأولى سميت بحرب الخنادق أصلا من كثر ما استخدمت الخنادق فيها خطة الحرب من خلال الخنادق المعقدة تحت الأرض خطة قديمة ومستخدمة منذ الأساس بس أكثر فترة استخدمت فيها هذه الخطة هي في الحرب العالمية الأولى فلو تكتب الحين في جوجل الحرب العالمية الأولى بيطلعوا لك جنود في خنادق طبعا الخطة هذه كانت فعالة جدا وقتها فكان خطة الخنادق هذه تغير معادلة القتال كاملة وسببت رهاب عند أي جيش غازي لأي بلد مشارك في الحرب لأنه في أي لحظة ومن دون أي سابق انذار بتلقى رصاص من كل اتجاه عليك ولا بتقدر تحدد وين الطرف الثاني بالضبط لأنهم يحاربونك من تحت الأرض فكانت جيوش كاملة تسحق تماما بسبب الخنادق وهذا اللي حصل مع كتيبة بريطانية كانت غازية على ألمانيا هذه الكتيبة اختفت من على وجه الأرض من قوة انها سحي قد سحق فقرر لواء اسمها إرنست سوينتن انه يدبر خطة ثانية لموضوع الخنادق ذي فيقال عنه بأنه هو يمشي شاف حراثة في مزرعة من المزارك فجلس يناظر في هذه الحراثة إلين جتا فكرة جتا فكرة بأنه يصنع مثل هذه الحراثة بس تكون مدرعة من كل مكان ويخرج من هذه المدرعة أسلحة فتصير هذه الأداة هجومية والدفاعية في نفس الوقت فكتب رسالة تشرح في كل تفاصيل هذه السيارة أو هذه الحراثة يعني أو بالأصاح المركبة خلونا نقول وأرسل الرسالة هذه لأمين مجلس الحرب في لندن وبعد فترة زمنية جاتها الموافقة من وينست رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت وفي 15 سبتمبر عام 1916 ميلاد دخلت أول دفعة دبابات في معركة الدسو المعركة هذه كانت بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا فأصبح الكثير يظن أن هذا اللواء هو مخترع الدبابات ولكن التاريخ يقول شيتاني تماما ويقول بأن اللواء هذا هو مطور لفكرة موجودة قديمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنت دبابة في قصة اليوم بعد حرب قوية حصلت على حصون الطائر فكيف كانت هذه الدبابات ومن وين جاءت الفكرة للمسلمين وقتها وكيف كان تصميمها الخارج هذا كله بنعرفه في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم إن شاء الله نكون بخير وموركم إن شاء الله إذا ما شفت معركة حنين أو غزوة حنين اللي نزلناها قبل كده أتمنى منك أنك ترجع تشوف عشان في بعض الأحداث المهمة في قصة اليوم مرتبطة بغزوة حنين إذا ما شفتها أرجع شوف فذكرنا شخصية مهمة في غزوة حنين واللي هي مالك بن عوف مالك بن عوف هو رجل مبعادي كان يلقب هذا الرجل بالأسد الرئيس والرئيس يعني المنفرد وقيل بأن الأسد اللي في مشيته عرجه من كثرة الحروب هو رجل كان عسكري وحربي من الدرجة الأولى وكان من القادة العرب النادرين اللي يقدر يقود جيوش كبيرة كان زي خالد بن الوريد يعني رضي الله عنه كان رجل حقه وكان محنك وعسكري ذكي جدا ومالك بن عوف هذا من قبيلة تسمى بهوازن وهوازن هي قبيلة حربية مهتمة بالأشياء العسكرية وقيادة الجيوش يعني وكانت هذه القبيلة تسكن في الطائف شيء منها في الطائف وشيء منها في نشدة بس سادة الطائف ورؤساء الطائف كانوا من ثقيف فكانت ثقيف هي ترؤس الطائف في ذاك الوقت زي قريش في مكة والطائف كانت معروفة بأنها محصنة بحصون منيعة في ذاك الوقت والحصون هذه لها سر عجيب لأن حصون الطائف هي مختلفة عن حصون العرب البقية فكانت مبنية بطريقة عجيبة وقوية ومنيعة جدا وفعلا لبنيان هذه الحصون قصة طويلة فكان بين قبائل الطائف وقبائل مكة صداقة وعلاقة قوية تجمعهم علاقة جغرافية وعلاقة حتى في الأسر وفي العوائل فكانوا يتزوجون من بعضهم حتى إنهم وقفوا في صف قريش في صلح الحديبية إذا تتذكرون وحتى كانوا يتشابهون في أن أغلب اقتصادهم قايم على الأصنام والتجارة كان في أصنام حتى في الطائف كانوا يتكسبوا من هذه الأصنام فكان في كل من قريش وثقيف تجار قبار وهم اللي يحركون الاقتصاد في هذه المناطق يخرجون لتجارة في بلاد الشام مع بعضهم بس قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة من السنين قرروا تجار من قريش وثقيف أنهم يوسعون تجارتهم يوسعونها من الشام اللي هي بلاد الروم إلى بلاد الفرس في العراق وكانت العراق وقتها تحت حكم الفرس وما أعرفين أن الفرس يكرهون العرب كره شديد جدا وبينهم وبين العرب عداوة شديدة فكانت خطوة التجار هذه خطوة خطيرة جدا وقوية بس أنهم شدوا الحيل واتجهوا إلى العراق بس وهم في الطريق بدوا يتناقشون في الموضوع وكتشفوا أن فكرتهم هذه شويتين خطيرة أخطر مما كانوا يعتقدون وممكن أنهم كلهم يرجعون من سفرهم هذا وقام واحد فيهم وقال ترنا مقدمين على ملك جبار لم يأدل لنا في القدوم عليه وترى بيننا وبينهم حروب سابقة والعراق ليست بمكان تجارة للعراق شكنا رايحين نموت يا جماعة الخير فقام واحد فيهم ذكي شويتين وقال اسمه نطلع واحد منا بجميع الأموال يدخل به العراق إن قتلوا فحنا بريئين من دمه وما علينا الانتقام أبدا خلاص شخص واحد ومات وإن غنم فله نصف الربح ياخذ نصف ربح أموالنا فقام تاجر من تجار تقيف اسمه غيليان بن سلمان كان رجل أبيض شديد البيض قال لهم أنا عندي اذهلوها بس أعطوني أموالكم كلها وأنا بروحبها للعراق أو بزبطكم وكان رجل حكيم جدا وكان ملسوم فقال لولا متأكد أنت متأكد أنك تبت خاطر بحياتك قال بس اذهلوها عندي فقاموا لبس لباس جميل وأخذ الأموال كلها واتجه إلى العراق الوحد هذولك خلاص نفضوا الغبار عنهم وقالوا الله يا رحمة مات من الحين نقولها جالسوا ويناظرون فيه ليه نختفى بس بعد فترة إلا بغيلان ومراج خرج من العراق وباع الأموال بأضعاف سعرها ومعه رجال من فارس متخصصين في البناء يعني كانوا زي المهندسين في يوم سألوا قال لهم السالفة كاملة وقال لهم أني واجهت كسرة وزبطت بحكمتي وبلساني وجلس تسجد الله وشويتين واعبد حتى انبسط مني واشترى مني البضاعة بثلاثة أبعال وأرسل معي هذول المهندسين عشان أبني حصون في الطايف فراجعوا للطايف وبنوا حصون الطايف بالطريقة الفارسية فصارت أقوى حصون الجزيرة العربية على الإطلاق وهذا سر قوة ومناعت حصون الطايف وبقدر من الله سبحانه وتعالى صارت منطقة الطايف منطقة حربية وصار لها وزن أكبر جدا عند العربة كلها من رحلة غيلان بعد الله سبحانه وتعالى وأصبحت الشام والعراق كلها مكان للتجارة عند العرب وكانوا يروحون يتاجرون فيها يعني انفتحت لهم العراق كمكان للتجارة ومع انفتاح الفرس على العرب انتشر بين نصارى العراق بأن نبي آخر الزمان سيخرج من العرب ومن اللي سمعوا هذا الخبر رجل اسمه سلمان الفارسي وكان وقتها يبحث عن الحقيقة ويبحث عن الحق ما لقيها لا عند النصارى ولا عند المجوس ولها قصة طويلة في بحث عن الحق في يوم سمع هذا الكلام سلمان الفارسي رح يتأكد من هذا الخبر عند واحد من القساوسة في العراق في يوم رح عند هذا القسيس قل نفس الكلام قل فعلا أن في نبي سيخرج من العرب في آخر الزمان وهو خاتم الأنبياء وهو رجل صالح فشاف سلمان الفارسي بعض تجار العرب اللي كانوا يتاجرون في العراق كانوا من بني كلب من العرب فاغتنم الفرصة وانطلق لهم مباشرة وقال لهم خذوني مع قدوني جزيرة العرب وافقوا هذول التجار واخذوا معهم في القافلة بس وهم في الطريق غدروا فيه ختلوا فيه وباعوه على رجل يهودي بوادي في العلام فجلس مع هذا الرجل اليهودي حتى اشتراه رجل من بني قريضة وأخذ مع المدينة وجلس هناك كعبت عند هذا الرجل يخدم على قدم وساق حتى بعض الله سبحانه وتعالى رجل من قريش من العرب اسمه محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يسمى بالصادق الأمين كانوا قريش يحبون حب شديد بس كعادة حال الأنبياء انقلب حب قومة لها إلى عداوة شديدة بس الله سبحانه وتعالى حمى رسولها بعمها المشرك أبو طالب ولا كانت قريش عذبت النبي صلى الله عليه وسلم وأذتها فما كان بيت قريش إلا أنها تشوه سمعتها تشوه سمعتها أو تحبس وتعدب كل من اتبعها وتخوف بالسيف كل من يصدق هذا الرجل والأهم من هذا كلها إنها تخفي هذا الأمر عن جميع الأرب فأخفت الأمر حتى عن أصدقاؤهم المقربين اللي هم قبائل الطائف ما كانوا يعرفون أبداً عن محمد صلى الله عليه وسلم في بعد عشر سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت القصة معاه تماماً دامنا عرفنا هذه المعلومات المهمة لا تنسى تتابعني في كل السوشال ميديا اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطلع لك من دوماً طول بسم الله نبدأ في السنة العاشرة بعد البعثة توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاه يومات توفي أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده كان مليان بالحزن كان حزين حزن شديد بس وهو في الطريق إلا بسفيه من سفهاء قريش أقبل للنبي صلى الله عليه وسلم يجري بيد حفنة من تراب فرماها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتراب مليان في وجه النبي في يوم رجع للبيت شافتها وحدها من بناتها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم والتراب على رأس النبي فكأنها حست انفجرت بالبكاء وقالت ما هذا الذي أراه يا أبا تاع في رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويقول لا تبكي يا ابني إن الله مانع وأباك ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب وكانت هذه شرارة البداية لسلسلة من أذية قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وبدت قريش تتمادى في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب لأصحاب النبي وأتبعها يخرج بالدهوة من مكة إلى منطقة ثانية لعلهي القناس يؤمنون برسالة الإسلعى ويصير معها من يكون سبب في نصرته بعد الله سبحانه وتعالى فكان أول خيار بعد قريش اللي هم أصدقاؤهم ثقيف فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز للسفر وخرج وما كان معه أحد أبدا إلا شاب يتيم كان اسم هذا الشاب زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان متبني وهذا قبل ما يحرم الله سبحانه وتعالى التبني وكان اسمه زيد بن حارثة فكان زيد هذا في مثابة الإبن للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيدا وقطعوا مسافات طويلة جدا مشي على الأقدعمة ما كان معهم راحلات مشوا أكثر من 85 كيلو على رجولهما حتى وصلوا للطائف في يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بقادة وسادة تقيف وعرض عليهم فكرة الإسلام وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك هذه الأصل وبدأ يشرح لهم الرسالة كاملة اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه في يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم كانت وجيه ثقيف ما تبشر بالخير وبدأ الغضب في المجلس فقام واحد من ثقيف وقال أمزق ثياب الكعبة قطعة قطعة إن كان الله أرسلك وبدأت الأصوات تتعالى في المجلس فقام واحد ثاني وقال ما وجد الله أحد غيرك يرسل أعود بالله من الواقع علمهم إنهم رفضوا رفض شديد وغضبوا من فكرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما يائس النبي منهم طلب منهم طلب بسيط فقال إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي يعني لا تعلمون قريش بمجيء لكم وإني جيت أدعوكم للإسلام بس ما أمدى النبي صلى الله عليه وسلم يخلص من طلبها البسيط هذا إلا بسيد بن سادة ثقيف ويأمر الرجل من ثقيف إنه يوصل العلم هذا كامل لقريش وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهم وعرض عليهم الإسلام وإنه يتعي النبو مو بس كذا أمر بالأطفال والسفهاء إنهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى يطردونه من الطائف وفعلا هذا اللي حصل قاموا أطفال الطائف يرمون النبي صلى الله عليه وسلم وزيت بالحجارة ويطردونهم حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع رجل ويحطها إلا على حجر من كثرة الحجار فانشق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وصار دم يصب حتى من رجوله وجلسوا على هذا الحال يتراجعون حتى وصلوا لظل عنبه وجلسوا تحت هذه العنبه وهم مليانين بالحزن وبالدماغه في نفس الوقت فكان النبي صلى الله عليه وسلم حزين حزن شديد فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجيك الذي أشرقت له برومات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي صختك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك شوف هم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يكون راضي ما هم شيء في الدنيا يعني فوق القهر اللي انجهر من هذول الناس قلبه مع الله سبحانه وتعالى موهن في الدنيا همه إن الله سبحانه وتعالى ما يكون غاضب عليك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم ناظر للسماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني إذا تبغى يا محمد بأمر منك فقط إني أهد الجبال فوق روسهما أقضي عليهم مرة وحدة خير الله سبحانه وتعالى بين أنه يعفو أو ينتقم ومو أي انتقام يهد الجبال فوق روسهما بكلمة وحدة بس النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا فبعد هذا الموقف إلا بصبي يجي للرسول صلى الله عليه وسلم وبيده أكله قد أرسلوه بعض أهل الطايف يمشافوا حال النبي والصبي اللي معه وكيف أنهم مليانين بالدماء وحزينين الحزن الجديد في يوم وصل الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم مد يده مد يده عشان يأخذ النبي الأكل في يوم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده عشان يأخذ الأكل قال بسم الله وهنا انصدم الصبيه فناظر فيه وقال هذا الكلام ما يقولون أهل هذه البلدة ما يقولون بسم الله فقال لها النبي من أي البلاد أنت فقال لها أنا نصراني من العراق من نينواء من بلاد الفرس قال النبي أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متاء هنا انصدم الصبيه وقال لا ما يدريك ما يونس ما حد يعرف يونس في البلدة دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخي كان نبي وأنا نبي فانكب الصبي على رجول النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وأهل الطايف يناظرون فيه في يوم رجع الصبي لسيدة قال وياك ما هذا فقال لها الصبي ما في الأرض خير من هذا الرجل وبعد ما مر الزمان وانتشر الإسلام في المدينة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد ما لك من ينصر هناك ومن آمن برسالة الإسلام فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم انتشر خبره بين اليهود وإن في رجل يدعي النبوة وكان سلمان الفارسي عبد عند واحد من اليهود يوم سمع بالخبر بغي جنة وهاجر لجزيرة العرب عشان هذه اللحظة يقول سلمان الفارسي أول ما سمعت بالخبر جتني رعد حتى ظننت أنه بيغم علي وأسقط على الأرض من شدة هذه الرعدة فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له قصة حتى قصة طويلة إن شاء الله بندكرها في مقاطع جاية وفعلا انتشر الإسلام ودخل في الإسلام قبائل كاملة وصار في دولة كاملة دولة كاملة تحت قيادة محمدة صلى الله عليه وسلم وثقيف تناظر في هذا التطور كلها وبدوا يحسون قبائل الطايف بالخطر وعالق في ذهنها موقفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيش بيسوي فينا محمدة بس كان عضدهم مشدود بقريش جنبهم قريش ومكة جنبهم كان وضعهم إلى الحين كويس دام قريش معنا ما عليكم يعني أمورنا سليمة ومرت الأيام وفاتح الله سبحانه وتعالى للنبي خيبر وهين بدوا يحسون فعلا بالخطر وبدوا يتوترون بشكل أكبر لأن وقتها طبيعة الطايف الحصون قريبة كثير من خيبر وفوق ذا كله صار عند النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة متطورة مثل المجانيق فبدوا يحسون بالنقص وهين بدوا يتحركون من الناحية العسكرية وبدوا يطورون من صناعة الأسلحة فأرسلوا بعض قادتهم إلى الروم عشان يتعلمون صناعة الأسلحة ومنها المجانيق والدبابات بس متى صارت الضربة الأقوى على ثقيف يوم نهار حكم قريش لمكة وريش اللي تعتبر ظهر ثقيف واللي تربطهم صداقة قوية هنا فعلا حسوا بالخطر وعرفوا إنهم الهدف الجاي للمسلمين فما سكتوا وبعد فتح مكة بأقل من شهر حتى خرجوا ثقيف وهوازن بجيوش كبيرة عشرين ألف مقاتل يقودها الأسد الرحيص مالك بن عوف من أقوى القادة في ثقيف وهوازن واللي أمرهم بأنهم ما يخرجون من بلادهم إلا وأموالهم وأولادهم معهم عشان يعني يستشدون في الحرب وكان قصدهم غزو المسلمين في مكة واسترجاع مكة لهم وصارت معركة حنين اللي خطط فيها المشركين خطة ماكرة واللي ظهر بعدها قوة وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انسحبوا جيوش المسلمين وما بقي إلا النبي مع بعض الصحابة وحصل وقتها معجزات قوية ونزلت فيها الملائكة وذكرنا قصتها كاملة إذا ما شفتها أتمنى تروح تشوفها كاملة قصة عجيبة فهرب بعدها الأسد الرحيص مالك بن عوف وجيوش بعدما شافوا وسمعوا أشياء تخلع القلب وهنا غنم المسلمين غنائم كثيرة جدا نساء وأموال وأولاد كثيرة خرجوا كلهم بأموالهم وأهليهم فهربوا هواز وثقيف وتحصنوا بحصون الطائف اللي بنوها على الطريق الفارسي بعد هذه المعركة اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رجعت الجيوش اللي انسحبت من المسلمين وشافت الأسرة مربطين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منتصرين وكانوا مليانين بالجراحة لا اللي انسحبوا ولا الصحابة اللي ثبتوا بس قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأنهم يتجهزون للذهاب للطائف بأنهم سيغزون الطائف في هذه كل لحظة فما قالوا الصحابة يا رسول الله بعدين أخرها السنة الجاية قالوا سمعنا وأطعنا وقاموا بجراحهم وجهزوا أنفسهم للقتل من جديد ومن هنا بدل جدا فترك النبي صلى الله عليه وسلم كل السبايا والغنائم في منطقة اسمها الجعرانة منطقة بين المدينة ومكة وحط عليها مجموعة من الصحابة يحمون الأموال وهنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم بباقي الجيش منطلقين للطائف ومالك وجيش متجهين للطائف والنبي صلى الله عليه وسلم وراههم وجيوش هرب مالك بن عوف حتى دخل الحصول وقفلوا على أنفسهم بس ما هي إلا دقائق إلا وهم يسمعون جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا وناظروا من فوق إلا بجيوش النبي صلى الله عليه وسلم واقفين وسادة قريش معهم سادة قريش اللي كانوا أصحابهم بالجاهلية أبو سفيان وصفوان بن أمية كلهم هذول سادة قريش كانوا أصحابهم أصحابهم بالجاهلية والحين يقاتلونهما سناظروا في الطرف إلا سلمان الفارسي معهما هم يعرفون أنه فارسي فتملكهم التوتر وقته ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر قريب من الحصون بحكم أن هذولك منسحبين وداخل الحصون يعني ونصبوا الخيام بس كانت قريبة من الأسوار بس فجأة إلا بالسحام تخترق أساد الصحابة بدأت ثقيف القتال واستغلت موقف الصحابة وقرب جيش النبي من الأسوار فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يرجعوا ويبعدون بمعسكرهم من الحصون وعرفوا أن ثقيف ما راح تستسلم وهنا بدأ أول التحام بينهم وبدأوا يترامون بالسحام ثقيف ترمي والصحابة يرمون فجلسوا وقت طويل وهم يترامون بالسحام ومرت الأيام وهم على هذا الحال حتى قام أبو سفيان بن حربان اللي هو صاحبهم في الجاهلين سيد من سادة قريش وأخذ مع صحابي من ثقيف نفسها عشان يستأمنون فقام أبو سفيان وقال أمنونا أمنونا حتى نكلموا أعطونا الأمان في يوم ناظره إلا أبو سفيان صاحبهم وهذا واحد من ثقيف حسوا بالأمان والثقة فأمنوهم فبدأ أبو سفيان يناقشهم في مسألة أنهم ينزلون تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل وأنا صاحبكم من قريش ونزلت تحت حكم النبي فرفضوا وقالوا تركونا على ما نحن عليه وما نحن نازلين تحت حكم أحد أبدا وإن سنقاتل حتى آخر نفس فراجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا فاستمروا من نبي صلى الله عليه وسلم في حصارهم وعدت الأيام ومر تقريبا 15 يوم وهم محاصرين الطائف وبكل يوم يترامون بالأسهم إليم بيوم الأيام خرج خالد بن الوليد عن طوره فقال لثقيف من ينزل يبارزني نبغى قتال جالسين ترامى 15 يوم من ينزل يبارزني خالد بن الوليد معروف بقتاله وشدته مهارتها في القتال بس الصمت عم الوادي كامل ناظروا إلا بخالد بن الوليد من بيخرج لخالد بن الوليد فحت قولته مرذانية من يخرج لمبارزتي إلا بسيد من سادة ثقيف يناديه ويقول له بأن ما لدينا يكفينا سنين إيش فيك يا خالد يعني ليش بانزل أخاطر بنفسي يعني عندنا أكل وشرب يكفينا سنين ويا خالد لو اضطرين أن ننزل بنخرج لك بالسيوف كلنا نقاتلكم كلكم حتى ننتصر أو نفنى من آخرين يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم اجتمع بالصحابة وبدأ يستشيرهم وهنا جاء دور سلمان الفارسي فقال سلمان الفارسي لرسول الله يا رسول الله حصونهم منيحة وإن مشورتي لك يا رسول الله أنك تستخدم المجانيين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها فقام سلمان الفارسي وأشعر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخدم حتى الدبابات وكان المسلمين يعرفون المجانيق من خيبر بس كان أمر الدبابات جديد عليهم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب المنجنيق ونصبها أمام ثقيف وأمام حصونهم كتخويف لهم وبدوا المسلمين يصنعون الدبابات تحت إشراف سلمان الفارسي وهنا بدوا ثقيف يتناقشون في أمر الدبابة وكان بينهم ناس من الفرس ويعرفون شيء الدبابة وبدوا ثقيف يجتمعون ويخططون في خطة والمسلمين جلسين يصرعون هذه الدبابة وكانت الدبابة هذه أصلا موجودة من زماننا ومو شيء جديد وكانت مصنوعة من الخشب والجلود وكانت عبارة عن مكعب من دون أرضية يعني مجوف من الداخل ومن دون أرضية وهذا المكعب مغطى بالجلود من كل مكان جلود كثيفة جدا يدخلون الجنود داخل هذا المكعب ويخرجون أسلحته من حربات وسيوف ويتوجهون على العدو يحاربونها فتصير هذه الأداة أداة هجومية ودفاعية في نفس الوقت نفس الدبابات اللي في زماننا الحالي ففي اليوم الثالث والعشرين من الحصار خلصوا الصحابة من صناعة الدبابة وجاء الوقت الفعلي لاستخدامها فدخلوا بعض الصحابة داخل هذه الدبابة وبدوا يتوجهون إلى الحصون يمشون بها وبدت السهام تمطر عليهم بس ما أثرت أبدا في الدبابة ونظرات الثقة مرسومة في وجه المشركين وهم ينظرون في هذه الدبابة فأول ما وصل الصحابة للحصن بدوا يحفرون فيها بس هم يحفرون إلا بالحديد تساقط عليهم أشواك حديدية محمية بالنار ضربت على هذه الدبابات وبدأت تخترقها سقطت على هذه الدبابة وبدأت تحرقها كاملة خرجوا الصحابة من تحتها إلا وهم يرمون الأشواك الحديدية من فوقها ويرمونهم بالسهام فبدأوا الصحابة يقاومون ويقاتلونهما ويرمون عليهم النبل ويتراجعون شيء في شيء يلين وصلوا لمنطقة محمية وعرفوا الصحابة بأن الحرب بهذه الطريقة بتكون صعبة جدا عندهم حصون منيعة جدا وفي نفس الوقت عندهم مأونة ولو استمر الوضع زي كذا بتستمثل طاقة المسلمين فهين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرميهم بالمنجنيق وبدأ المنجنيق يؤثر في حصونهما وبدأوا الصحابة يهجمون بكل قوتهما والنبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالمنجنيق وثقيف ترمي بالحديد المحمية وترمي بالأسهم النارية والصحابة يدعونهم بأنهم ينزلون على حكم النبي بسرفض وبدأوا يرمون ويشعلون النار وعجبتهم طريقة الأشواك الحديدية هذه فأكثروا منها فحرقت الصحابة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحرقون نخيلهم نخيل الطائف وهنا المشاركين بدأوا يخافون فطلعوا يصرخون بعلى صوتهم الله والرحم الله والرحم يعني زي اللي وقفوا لا تحرقون النخيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنادي ينادي أي واحد ينزل من الحصن الآن فهو حر في يوم سمعوا الكلام هذا تخاضروا بعض أهل ثقيف ونزلوا فخرج من ثقيف تقريبا عشرين رجل ومالك ابن عوفي ناظر في حذل العشرين في هذا المنظر ومر تقريبا أربعين يوم على الحصار وفي ليلة من الليالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية شاف أن أهدي له إناء بداخل هذا الإناء زبد كم مليان هذا الإناء زبد بس جاء ديك ونقر هذا الإناء حتى انكبت الزبدة كاملة من داخل هذا الإناء في يوم صحي النبي صلى الله عليه وسلم راح مباشرة لصاحبها أبو بكر وخبر عن هذه الرؤية قال أبو بكر ما أظنك رسول الله بتدرك ما تريد منهم اليوم ما أظن أنك بتفتح الطائف الآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أرى ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحضور أنه لم يؤذن له بفتح الطائف وإنهم راجئين فانتشر الخبر ووصل الخبر لعمر بن الخطاب فاستنكر القول ورح يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وقال يا رسول الله سمعت الناس يقولون كذا وكذا فهل قلته يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلته فقال عمر بن الخطاب أو ما أذن لك فيهم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال عمر بن الخطاب أفلاء وأدم بالرحي يعني أقول للصحابة أنهم خلاص نلجح قال النبي صلى الله عليه وسلم بلاء فعلا خرج عمر بن الخطاب وبدأ ينادي بالرحي فتجمعوا الصحابة على رسول صلى الله عليه وسلم وبدأوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يرجعوا من دون ما يفتحون الطائف وأنهم يغزون مرة ثانية بس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها مشيئة من الله بس بعد إصرار من الصحابة وافق لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغزون مرة ثانية فقاموا الصحابة وقاتلوا بأشد ما عندهم ما ودهم يخيبون ظن رسول صلى الله عليه وسلم فيه فقاتلوا قتال شديد وبدت الجراح تكثر فيهم وسقط الكثير من الصحابة مصابين وقتل 12 صحابي منهم ولد أبو بكر الصديق رضي الله عليه أصابه سحم فقتلهم فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم جرحين مصابين ومحرقين حتى بالنار فوقف أمام النبي وقالوا يا رسول الله ادعوا عليهم يا رسول الله هذول قوم مصرين على الشرك والكفر ادعوا عليهم يا رسول الله مقهورين من جوه ما ودهم يرجعون من دون ما يفتحون الطائف بس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هدي ثقيفا وأتي به المسلمين وبعدها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نرجع حز الصحابة رؤوسهم هم فرحانين نرجع يا رسول الله وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من موقفهما وهذا الموقف كامل كان يشوفه مالك بن عوف يناظر في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان يناظر فيهم ويناظر في اللي أسلموا من ثقيف ويشوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاهم فقاموا الصحابة يلمون الأغراض عشان يرجعون للديار في جالس يناظر فيهم حتى رحلوا وفي قلب مالك بن عوف خواطر وأفكار اللي عرفوا عنها ثقيف كان قطعوا راسا رجعت جيوش النبي متوجهة للجعرانة المكان اللي حطوا فيه الغنائي ومع المسلمين تقريبا عشرين رجل من هوازك أغلبهم من هوازك كذ نزلوا من الحصون وأسلم فأحسن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتقوهم صاروا أحراف وقتها سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عوف وقال لهم ما فعل فقالوا هو بالطائف يا رسول الله مع ثقيف قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا مالكا إنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله ومالك وأعطيته مئة من الإبل يعني فوق إنه يرجع لها النبي صلى الله عليه وسلم أمواله وأهله يعطيه مئة من الإبل ترغيبا له فانطلق واحد من العشرين يوصل الخبر لمالك بن عوف في يوم وصل للطائف دخل بالسر إليه وصل لمالك بن عوف وقل ترى إذا جيت للرسول الله مسلم الحين بيرد لك أموالك كاملة و بيرد لك أهلك و لك فوقها مئة من الإبل فتقبل مالك بن عوف الفكرة يعني فوقنا أمواله وأهله بيرجعون لها مئة من الإبل بس كان خايف من ثقيف لأنه لو عرف الثقيف بيحبسونه و بيعذبونه فوقها و ممكن حتى يوصلون لقاتلة قرر أنه يطرع في الليل من دون ما أحد يدري و يجهز الحصان بنص الطريقة بعيدة عن الحصون عشان ما أحد يحس فيها أبداً وإذا طلع من الحصون يمشي لمشي و ما أحد يحس فيه لأنه وصل لهذا الخيل ويركب عليه وينطلي والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد وصلوا للجعرانة والغنائم كانت كثيرة يعني أكثر غنائم غنيموها المسلمين على الإطلاق وبدوا اللي يدوبهم أسلموا من قريش ومن الأحراب يشدون على النبي ويضغطون عليه نبغى الغنائم حقه لا وين قسمتنا من الغنائم فبعد ما خيم النبي صلى الله عليه وسلم فالجعرانة بدأ النبي قسم الغناء كان يعطي اللي يدوبهم أسلم وعطاء عظيم جداً وكبير جداً صار يعطي الناس من 100 من الإبل واللي يعطيهم 50 من الإبل هذا كله عشان يرغبهم في الإسلام فكان أكثرهم من قريش اللي يدوبهم أسلم وأكثرهم من قريش لأنهم دوبهم فتحوا مكة كانوا الناس يطربون زيادة من النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي لدرجة أن الناس بدأوا يعني يتجمعون عليه وصاروا الناس يتدافعون على النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر بين الناس أن محمد يعطي أعطاء من لا يخشى الفقر فصاروا الناس يتدافعون على رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل ما جاء أحد أعطاه فصار المكان زحمة لدرجة أنهم دفعوا النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة فتعلق فيها رداء وكانت شجرة شو تعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا الناس من حوله يتدافعون حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا علي ردائي فوالله لو أن شجرتها متنع من قسمته عليكم لتلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا فقال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس يعني ما لي حتى هذا الشعر اللي من البعيد والخمس مردود فيكم يعني حتى الخمس بيرجع لمصلحتكم حتى وقال بعدها إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشدوه فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلم يقولون الصحابة وكنا نناظر في النبي صلى الله عليه وسلم وهي يمسح على جبينه ويقول هذا الكلام اللهم صلي وسلم عليه فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردائه وأعطى سادة قريش أموال عظيمة حتى إلى درجة أنه كان يعطي الواحد مئة من الأبل واللي يعطيه خمسين واللي يعطيه مئتين أموال عظيمة وقسمة كبيرة جدا والأنصار كانوا يناظرون في هذا الموقف وقلوبهم حسين يعني العطاء العظيم هذا كله راح لسادة قريش وهم اللي آهوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصرون فحزنوا حزن شديد وحسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن نسيهم كده يوم قابل قوم فقال بعضهم خلاص لقي النبي قوم يعني خلاص لقي قومه نسيه حتى إن حسان بن ثابت ذكر في هذا الموقف أبيات أبيات طويلة بإذن الله بنذكرها في نهاية المقطع المهم إنها الأعصار بدل كلام فيهم ينتج حتى إن وصل الكلام هذا لسيد من سادة الأنصار فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقل قال له يا رسول الله الأنصار يقولون كذا وكذا إلا الموضوع كام إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الأنصار يجمعهم ويخطف فيهم خطوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم طلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم فقالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا الأنصار وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل ويش نرد عليك فيه يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم وصدقتم يعني لو تبغون تقولون هذا الكلام اللي بقولها الحين لصدقوكم الناس ولا صدقتم حتى أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم هو الذي نفسه محمد بيده لو لا الحجرة لكنت امرأا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحمي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار إلا بالأنصار يبكون بكاء شديد حتى تبللت لحاها يعني سارت لحاهم مليانة بالدموع وقالوا رضينا يا رسول الله رضينا رضينا برسول الله قسما وحضا وتفرقوا بعدها الأنصار وهم راضين وقلوبهم راضية بس بعدها إلا بمالك بن عوف وصل بخيله ويناظر في رسول الله وهنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بجيط مالك بن عوف قائد محنك ومكسب للمؤمنين والمسلمين فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أهله وأمواله وأعطاه فوقها مئة من الإبل وعيوم مالك بن عوف ما فارقت وشح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم قسمته لمالك بن عوف قال مالك بن عوف هذه الأبيات ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كله مو بمثل محمدي أوفى وأعطى للجزيل إذا اشتدي ومتى تشاء يخبرك عما في غدي وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسمهري وضرب كالمهندي فكأنه ليت على أشباله وسط الهباء خادر في مرصدي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم مالك بن عوف هو يعني مكسب للمسلمين فارح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام وعينها أمير على قومه فرجع لقومه وكمل الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصون الطائف فحاصرهم سنة كاملة ما يطلع من حصونهم قافلة وحده إلا وهجم على الحصار ولا قدروا ثقيف أبدا في قتال لأنه مهنك جدا وبعد سنة كاملة من الحصار وبالتحديد في شهر رمضان بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبو وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفي يوم من الأيام كان صحابي من الصحابة على أطراف المدينة يرعى بالغنى وهو يرعى إلا هو يشوف من بعيد زي القافلة جاية بس يوم قربوا من المدينة شاف اللهم قادة ثقيف جايين للمدينة فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وكان واضح عليه الفرح فشافها أبو بكر وقال له هشبك وشفيك فرحان للدرجة قال له شفت سادة ثقيف على أبواب المدينة ففرح أبو بكر فرحة شديدة وقال أسألك بالله ما تقول له إلي أنا أقول له يعني لا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلي أنا أقول لها أنا فانطلق أبو بكر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فطلع النبي من داره إلا بسادة ثقيف فقالوا يا محمد بندخل في دينك لكن عندنا شروع إنك يا محمد تترك لنا الأصنام لمدة معينة نبغى نتكسب يعني لمدة معينة وبعدها بنتركها هذا واحد ثاني شيء إنك ترفع عنا الصلاة فما نصلي تسمح لنا ببعض المعاصي مثل الخمر وإنما نوضيها ليش يا محمد إنما نوضي لأن أرضنا أرض باردة فخفف لنا في الطهار يعني ما نقدر نتطهر يعني زيكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفضها كلها وقال لهم لا خير في دين لا صلاة فيه وفي رواية لا ركوع فيه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يناقشهم ويناظرهم حتى قالوا يا محمد موافقين موافقين إننا ندخل على دينك بس اسمح اسمح لنا في شيء واحد ترى نحنا حقين أصنام وجلسنا على الأصنام هذه سنين طويلة فما نقدر نكسرها بأيدينا اسمح لنا في هذا الأمر فإذا كان عندك أحد يجي كسرها نيابة عنها بنكون جدا فرحنا فأرجوك يا محمد لا تلزمنا بتكسيرها بأنفسك وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معهم واحد من الصحابة وكسر أصنامهم كامل واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الثقيف وحوازن وباقي قبائل الطائف وحسن إسلامهم وثبتوا على الإسلام حتى أيام الردة وحاربوا ضد المرتدين وهم لا يزالون يسكنون الطائف إلى يوم كادر ويلقبون بالثقف تيبه بني مالك بني حارث هذو لا يعتبرون كلهم أحفاد للصحابة ولا زال فيهم الخير إلى يوم كادر دعا كشعثاء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر وات رسول الله فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عد للبشر على ما تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصر سماهم الله أنصارا لنصره ميدين الهدى وعوان الحرب تستعر وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا وما ضجر والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القناة وزر ولا يهر جناب الحرب مجلسنا ونحن حين تلضى نارها سعر كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الضفر ونحن جندوك يوما نعف من أحد إذ حزبت بطرا أشياءها مضر فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى أن القصة نالت على أعجاب إلى أحمد هذا كله لا تنسون أخواننا من دعاء شوفكم إن شاء الله المقاطع الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا لا إله إلا أنت الصفر كوتوب إليك راح توحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة